السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب طلاب الصف الخامس الابتدائي اهلا وسلام بيكم ان شاء الله عندنا النهاردة مراكعة ليلة الامتحان على مادة العلوم على مقرر شهر نوفمبر يريدت اذا انا خمسة لأمرش في قناتي يريدت اشترك في القناة واتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد وتعمل لايك للفيديو وان شاء الله هتلاقي في القناة كل مراجعات الصف الخامس الابتدائي على مقرر شهر نوفمبر وان شاء الله هستيب لك روابط المزاكرة في صندوق الوصف اسفل فيديو المزاكرة طبعا بتحتوي على بنك اسئلة وبنك اجابات يلا بنا سنة خمسة نشوف المراجعة بسؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد تتأثر جميع الكائنات الحية في الشبكة الغذائية عند ازالة الكائنات المستهلكة والكائنات المنتجة والكائنات الكانسة طبعا عند ازالة الكائنات المنتجة رقم اتنين تحتفظ مواد نغط بشكلها ما لم يتسبب شيء في تغييرها طبعا بتحتفظ المواد الصلبة ولا السئلة والغازية طبعا المواد الصلبة رقم ثلاثة من الاثار السلبية للانسان على نظام البيئي التوقف عن الصيد استعادة المواطن الطبيعية ولا قطع الاشجار طبعا قطع الاشجار رقم اربعا ضوضع بعض الماء في مجمد الثلاجة فانه يتحول من الحالة نغط الى الحالة نغط طبعا بيتحول من الحالة الصلبة لا السئلة ولا السئلة لا الصلبة ولا الغازية الى السئلة طبعا بيتحول من الحالة السئلة الى الحالة الصلبة رقم خمسة جلق يمكن التمييز بين المواد من خلال اللون ولا الشكل ولا الف وباء معا طبعا الف وباء معا ستة اي المواد الاتية تمتلك جزيمتها اكبر طاقة اكبر طاقة حركة الثلج ولا الماء ولا بخار الماء طبعا عندي بخار الماء سبعة يحدث عند ارتفاع درجة حرارة الماء في المواطن الذات الشعاب المرجاني بيضاد الشعاب المرجانية ولا فناء الشعاب المرجانية ولا جميع ما سبق رقم تمانية جاء لإعادة الموطن الطبيعي للكائنات إلى ما كان عليه قبل تدميره يسمى إصلاح المواطن الطبيعي ولا تنظيم الموطن الطبيعي ولا جميع ما سبق طبعا إصلاح المواطن الطبيعي نبقى نختار رقم آلف رقم تسعة إذا وجدت سلحفة بحرية قطعة بلاستيكية فإنها إذا وجدت سلحفة بحرية قطعة بلاستيكية فإنها تبتعد عنها تأكل وتستكشف طعمها ولا تعتقد إنها غذاء لا طبعا تعتقد أنها غذاء غذاء لها رقم عشرة تؤثث ظاهرة بيضاد الشعاب المرجانية سلبا على كل مما يلي معدى الأسماك البيئة الصحراوية الإنسان طبعا تؤثر ظاهرة بيضاد الشعاب المرجانية سلبين على البيئة الصحراوية حداشر تم إنشاء طريق سريع عبر غابة ما فما الأثر الذي تتوقع حدوثه على الكائنات الحية في الغابة نقص عدد أنواع الطيور في الغابة ولا سوف تتأذى الحيوانات من الصيرات المرة ولا جميع ما سبق طبعا جميع ما سبق رقم اتناشر جسيمات المادة مغت لديها حيز كبير وطاقة كبيرة وتتحرك بحرية بحرية تم عندي المادة الصلبة ولا السيلة ولا الغازية طبعا المادة الغازية رقم تلاتاشر جالي يتنافس كل مما يلي على الأسماك معادة سبق الكرش والطيور البحرية الكائنات الدقيقة البشر طبعا الكائنات الدقيقة أربع تاشر عند ترك الماء يغلي فأنه يتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية ولا السائلة ولا الصلبة طبعا بيتحول إلى الحالة الغازية رقم خمستاشر تناول الكائنات البحرية للمواد البلاستيكية يؤدي إلى تغيير تغير أحجامها ولا زيادة العداد ولا هلكة طبعا يؤدي إلى هلكها ستاشر كل مما يلي من خصائص جسيمات الحديد معادة الجسيمات قريبة من بعضها لا يمكنها الانتشار في الفراغ تتحرك الجسيمات بسرعة طبعا تتحرك الجسيمات بسرعة رقم سبعتاشر جالت تغذى الطيور البحرية على مغط خلال السلسلة الغزائية البحرية على التحالب ولا الأسماك الصغيرة ولا الكائنات الدقيقة طبعا عن الأسماك الصغيرة تمنتاشر كل مما يلي يعتبر من خصائص المواد ما عدا الطعم واللون الحجم والكتلة شريط القياس طبعا شريط القياس تسعتاشر يحدث كل مما يلي عند ارتفاع حرارة المياه ما عدا انتقال الكائنات الدقيقة تغير موطن الأسماك ثبات الشبكة الغزائية طبعا ثبات الشبكة الغزائية عشرين تتكون المادة من جسيمات صغيرة في حالة سكون مستمر ولا متناهية الصغر في حالة حركة مستمرة ولا ضخمة في حالة حركة مستمرة طبعا متناهية الصغر في حالة حركة مستمرة واحد وعشرين من العماصة التي تهدد النشاط السياحي في الأماكن السياحية فجرة الطيور البحرية ابيضاد الشعاب المرجاني ولا انخفاض درجة حرارة الماء طبعا من العناص التي تهدد النشاط السياحي في مصر أو في الأماكن السياحية ابيضاد الشعاب المرجاني رقم اتنين وعشرين جل الصيد الجائر للأسماك يؤدي إلى زيادة تعداد الكائنات الدقيقة ولا نقص الطيور البحرية ولا جميع ما صبق طبعا جميع ما صبق رقم تلاتة وعشرين المادة التي لها شكل متغير وحجم متغير هي المادة الصلبة ولا السائلة ولا الغازية طبعا المادة الغازي أربعة وعشرين تعيش الكائنات البحرية الضقيقة في المواطن ذات المياه الباردة المتجمدة الدافئة طبعا الكائنات البحرية الضقيقة بتعيش في المياه ذات المياه الباردة خمسة وعشرين يستخدم شريط القياس لقياس الوزن والطول والحجم طبعا شريطا لقياس بنستخدم لقياس الطول ستة وعشرين تغير المواطن التغير المواطن الطبيعية للكائنات الحية يؤدي إلى هجرة الكائنات الحية ولا تقاصل الكائنات الحية ولا النمو الكائنات الحية طبعا يؤدي إلى هجرة الكائنات الحية رقم 27 كلما امتلأ البلون بالهواء نستطيع ملاحظة حجم الهواء ولا جسيمات الهواء ولا تصادمات الهواء طبعا كلما امتلأت البلون بالهواء نستطيع ملاحظة حجم الهواء تمام لنشوف مع بعضنا السؤال رقم 28 جالك بتموت السلاح في البحرية من المواد البلاستيكية بسبب ايه عدم وجيب عدم وجود قيمة غذائية في البلاستيك ولا وجود سموم في البلاستيك ولا جميع ما سبق طبعا بتموت السلاح في البحرية في المواد من المواد البلاستيكية بسبب عدم وجود قيمة غذائية في البلاستيك وجود سموم في البلاستيك بقى نختار جميع ما سبق 29 تتكون المادة من نغط متناهية الصغر بلورات جسيمات نماذج طبعا من جسيمات 30 فغدان المواطن الطبيعية لكينات البحرية هو أحد أسباب نغط الانقراض التلوث زيادة عدد الكينات الحية طبعا أحد أسباب الانقراض 31 كل مما يلي بيسهل تحديد حجمه معده الزجاجة العصير بخار الماء طبعا معده بخار الماء رقم 32 جال في الشبكة الغذائية البحرية تعتبر نغط من الكائنات المنتجة في الشبكة الغذائية البحرية تعتبر الضر البحرية والكائنات الضقيقة والشعب المرجانية طبعا عند الكائنات الضقيقة بنختار رقم باء رقم 33 قال من المواد التي لا يمكن ملاحظاتها بالعين المجردة الجواثيم الهواء جميع ما صبق طبعا جميع ما صبق رقم 34 قال تحتاج جزيرة بالاو إلى إنشاء نغط لحماية الحياة البحرية لديها قال إلى مزارع سمكية والمحميات الطبيعية والأحوات السمكية طبعا تحتاج إلى محميات طبيعية 35 جميع ما يلي يؤدي إلى حدوث خلل في الشبكات الغذائية معادة الجفاف الأمطار الغزيرة استرداد مأوى بعض الحيوانات طبعا استرداد مأوى بعض الحيوانات 36 أي من ما يلي يعد من العوامل البشرية التي تسبب خلل في الأنظمة البيئية الجفاف والتغير المناخ والصيد الجائر طبعا الصيد الجائر 37 يوجد الماء في نغط حالات 3 حالات 4 حالات 5 حالات طبعا 3 حالات رقم 38 جالة تعتبر نغط هي مصدر الطاقة للكائنات المنتجة النجوم الشمس القمر طبعا الشمس 39 جالة إذا سقطت أمطار خفيفة في الصحراء فإن النظام البيئي بيتضرر يتحسن ينهار طبعا ما سقط تسقط أمطار خفيفة في الصحراء النظام البيئي طبعا هي يتحسن رقم 40 عندما يتعرض الكائن الحي لتغير في المناخ فإنه بيموت ينطقي للموطن آخر ألف وباء معا طبعا ألف وباء معا 41 عند نغط درجة حرارة الماء فإن الشعاب المرجانية بتقوم بطرد الطحالب التي تعيش فيها ثم يحدث لها إبيضات عند انخفاض درجة الحرارة ولا ارتفاع درجة الحرارة ولا ثبات درجة الحرارة طبعا عند ارتفاع درجة الحرارة رقم 42 قال إذا لم تتوافر الكائنات المنتجة في الشبكة الغذائية أو تمت إزالتها فإن الكائنات المستهلكة بتبحث عن غذائها في بيئة أخرى ستموت جميع ما صبك طبعا جميع ما صبك 43 يمكن التمييز بين العطر والخل عن طريق الحالة الفيزيائية للمادة درجة صلابة المادة الرائحة طبعا عن طريق الرائحة رقم 44 يفقد نظام البيئي البحر اتزانه في كل مما يلي معادة ارتفاع حرارة الماء انتشار جزيمية البلاستيك وفناء الشعاب المرجانية جميع ما صبك طبعا جميع ما صبك نركز مع بعضنا عن السؤال الرقم 45 بيقول لنا ايه تتسبب نغط في موت بعض الكائنات البحرية عندما تتغذى عليها النباتات ولا المواد البلاستيكية ولا العشاب طبعا تتسبب المواد البلاستيكية في موت بعض الكائنات ايه البحرية عندما تتغذى علينا نكون بيكون بها ايه سموم رقم 46 جالي يمكن ان تتحول المادة من حالة الى اخرى بسبب تأثير الصوت الهواء الحرارة طبعا بسبب ايه تأثير الحرارة رقم 47 جالي يمكننا ملاحظة نغط المادة ومجرد النظر يمكننا ملاحظة كتلة كتلة المادة ولا درجة الحرارة ولا حالة المادة طبعا يمكننا ملاحظة حالة المادة مجرد النظر رقم 48 قال أي مما يلي يعد من العوامل التي تساهم في تحول المادة من حالة لأخرى اللون ولا الشكل ولا الحرارة طبعا عامل الحرارة رقم 49 من الماء الذي يميز حالة المواد الصلبة عن باقي حالات المادة إنها لها شكل سابت وحجم سابت لها شكل سابت وحجم متغير تأخذ شكل الوعاء الذي توضح فيه طبعا النهاية تتميز مواد السائلة حالة المواد السائلة النهاية لها شكل سابت وحجم سابت رقم 50 تتكون الشبكة الغذائية من تداخل العناصر الغذائية والمنتجات الغذائية السلاسل الغذائية طبعا من تداخل السلاسل الغذائية 51 دخلت حشرة جديدة آكلة للعجب في نظام بي إماه فما سبب اختفاء بعض الحيوانات الآكلة للعجب ليس لديها ما يكفي من الطعام ليس لديها مساحة كافية للعيش ليس لديها ماء كافي للشرب طبعا ليس لديها ما يكفي من الطعام رقم 52 جالت عد من الأنظمة البيئية وأكثرها تنوعنا على الأرض الصحراء الغابات والشعاب المرجانية طبعا الشعاب المرجاني رقم 53 من أهم وسائل زيادة النشاط السياحي الاهتمام بالشعاب المرجانية الاهتمام بصحة الكروش الصيد الجائر للأسماك طبعا الاهتمام بالشعاب المرجانية 54 كل الكائنات الحية التالية تتأثر بالمواد البلاستيكية في الماء ما عدا السلاحة في المائية ولا الطيور البحرية ولا الطحالب طبعا إيه عندنا الطحالب رقم 55 جالت كل من ما يلي يعتبر مادة ما عدا صوت العصفور جسم الإنسان مخار الماء طبعا ما عدا صوت العصفور رقم 56 جل المادة هي أي شيء له حجم فقط أي شيء له قتلة ويشغل حيزا من الفراغ شيء له قتلة فقط طبعا إيه المادة هي أي شيء له قتلة ويشغل حيزا من الفراغ 57 أي من ما يلي يتسبب في موت الأسماك التلوث النباتات العمطار الخفيفة طبعا إيه التلوث رقم 58 من أمثلة المواد السائلة الزيت الماء جميع ما صبق طبعا جميع ما صبق 29 59 جل المواد نغط لها حجم محدد وشكل يتغير حسب الإناء الذي توضح فيه الصلبة السائلة الغازية طبعا إيه الصلبة السائلة عفوا رقم 60 المادة نغط لها شكل وحجم متغيرين المادة نغط المادة السائلة ولا الصلبة ولا الغازية طبعا المادة الغازية لها شكل وحجم متغيرين 61 تنطقل الطاقة من الشمس إلى الكائنات المستهلكة عبر كائنات المحللة الكائنات المنتجة الكائنات الكامسة طبعا الكائنات المنتجة رقم 63 يقل عدد الأسماك عفوا عندي سؤال إذا كانت الأمطار خفيفة في البيئة الصحروية فإن العجب يزداد ولا يقل ولا يظل كما هو طبعا ما يوجد أنطار هيزداد العجب بنختار رقم ألف رقم 63 يقل عدد الأسماك إذا انتقلت الكائنات الضقيقة إلى بقى أخرى ازداد عدد الطيور البحرية جميع ما صبق طبعا إيه جميع ما صبق 64 برنامج خالي من البلاستيك يتضمن جميع الشعاب المرجانية في مشتل وللحد من استخدام الشوك البلاستيكية وللدعوة لاستخدام المنتجات البلاستيكية طبعا بيتضمن إيه الحد من استخدام الشوك البلاستيكي 65 إذا اختفت كائنات الدقيقة من البيئة البحرية ستتأثر ستتأثر الأسماك فقط ولا الطيور البحرية فقط ولا جميع ما صبق طبعا ستتأثر جميع ما صبق 66 تتخذ المواد نغط شكل الإناء الذي يصب فيه الصلبة ولا السائلة ولا الغذية طبعا إيه المواد السائلة السؤال اللي بعد بيقول أكمل عبارات التالية بالإجابات المناسبة ما بين القوسين عندنا خيال إن البلاستيك النباتات تحضر للأخضر مادة شريط القياس الطحالب الرياح المشتل واحد تعتبر نغط هي الكينات المنتجة في الماء طبعا ده الطحالب بينما يعتبر نغط هي الكينات المنتجة على اليابسة طبعا إيه النباتات بأول حاجة نختار الطحالب الثانية واحدة نختار إيه النباتات رقم اتنين مبادرة نغط تهدف إلى الحد من استعمال المواد البلاستيكية التي تستعمل لورة واحدة على اليابسة طبعا عندي إيه مبادرة خالي من إيه خالي من البلاستيك رقم تلاتة يجمع العلماء في الخليج العربي أجزاء صغيرة من شعاب مرجانية وينقلونها إلى إيه طبعا بينقلونها إلى المشتل رقم أربع يمكن قياس أبعاد الغرفة باستخدام طبعا شريط القياس خمسة كل شيء حولنا له كتلة ويشغل حيزة من الفراغ دي طبعا تعريف ايه تعريف المادة نشوف ما بعضينا النموذي دي رقم اتنين ابيضات الماء مادة سائلة الصلبة واحد يعتبر نغط أفضل صورة لوجود المادة حالتها الثلاث طبعا عندنا ايه عندنا الماء بنختار الماء اتنين عندما يتجمد الماء يتحول من الحالة السائلة للحالة طبعا ايه الحالة الصلبة رقم ثلاثة جل عند طرق قطعة من السلج في درجة حرارة مرتفعة لفترة زمنية فانه ينسهر ويتحول من الحالة الصلبة طبعا الى الحالة ايه الحالة السائلة اربع الصوت والضوء لا يعتبران نغط ولكنهم صورة من صورة الطاقة طبعا لا يعتبران مادة ولكنهم صورة من صور ايه الطاقة خمسة بتحد الظاهرة طبعا ابيضات الشعاب المرجانية عند ارتفاع درجة حرارة ايه حرارة الماء هنتقل للمنموزة الرقم ثلاثة عند الهواء وتآكل وصلبة والشعاب المرجانية وسائلة ايه والمد طبعا تعود طبعا نغط موطنة لملايين الكائنة الحية الغير مكتشفة طبعا الشعاب ايه الشعاب المرجاني اتنين تتكون نغط من جسيمات متنهيئة الصغر في حالة حركة مستمرة ده تتكون ايه المادة تلاتة يعتبر الحديد مادة طبعا ايه صلبة بينما يعتبر الزيت مادة سائلة ويعتبر بخار الماء مادة غازية اربع اتزالة كميات هائلة من النباتات بتؤدي طبعا الى تآكل ضفاف الانهار خمسة من امثلة الاشياء التي لا يمكننا رؤيتها وتعتبر مادة طبعا ده ايه الهواء ننتقل السؤال اللي بعده بيجلسوا بالعبارات التالية واحد يعتبر ان كل من الصوت والضوء مادة طبعا يعتبر كل من الصوت والضوء ايه طاقة وليست ايه مادة اتنين المادة الصلبة يمكن ان تنسكب طبعا عندنا ايه الخطأ طبعا هي كلمة الصلبة طبعا ايه المادة السائلة بالصحة ان نكتب المادة ايه السائلة رقم تلاتة تعيش الكينات البحرية الضقيقة في المياه الدافئة طبعا ايه كينات بحرية دقيقة بتعيش المياه البردة رقم اربعة جلجسيمات المواد السائلة متقاربة وتتحرك ببطء طبعا ده مايه مش المواد السائلة ده المواد ايه? المواد الصلبة. يبتلع المرجان المواد الخشابية عندما يكون بتصفية مياه البحر لحصوله على طعامه طبعا ايه? الجسيمات البلاستيكية. وليست المواد ايه? الخشبية. رقم ستة. عندما تنساها القطعة من الشوكولاتة تتحول من حالة الصلبة للحالة الغازية طبعا الى الحالة السائلة. وليست الغازية. سبع. الخشب والحديد مواد لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. طبعا هنا نقول ايه? الهواء والجراسيم. هم مواد لا يمكن رؤيتها بالعين ايه? المجردة. رقم تمانية انخفاض درجة الحرارة بيؤدي الى تدمير واسع الانتشار في في المجتمعات البحرية طبعا ده ايه? ارتفاع. درجة الحرارة وليس ايه? انخفاضها. تسعة تتغذى الطيور البحرية على الكهنات الضقيقة في البيئة البحرية. طبعا الطيور البحرية تتغذى على الاسماك الصغيرة وليست الكائنات. الدقيقة. عشرة جزيمات المواد الصلبة لديها حيز كبير وطاقة كبيرة والتحرك بحرية تامة. طبعا عندنا المواد الغازية وليست الصلبة. ابيضات الشعاب المرجانية يحدث عندما تصبح الماء باردة. طبعا عندما تصبح الماء ايه? دافئة جدا وليست باردة. نشوف السؤال رقم. عندي ده رقم واحد. قال لي اكتب ما تشير اليه العبارات التلالة والمصطلح العلمي. مادة لها شكل متغير وحجم متغير دي المادة الغازية. اتنين قاصية يمكن من خلالها التمييز بين المادة القاسية كالحجر واللينة كالمطاط دي درجة الصلابة. رقم ثلاثة اداة بتستخدم في قياس طول قطع من الكماش ده شريط القياس. اربعة مادة لها شكل محدد وتأخذ شكل الاناء الذي تضح فيه دي المادة السائلة. رقم خمسة خاصية يمكن من خلالها التمييز بين الجسم النعم والخجن دي الملمس. ستة عملية تتضمن اصلاح اليابسة والماء الى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر لعملية الاصلاح. سبعة اي شيء له قتلة ويشغل حيزة من الفراغ دي المادة. تمانية ظاهرة بتحدث للشعاب المرجانية عندما ترتفع درجة الحرارة. حرارة الماء وتصبح دافئة جدا ضعي بيضات ايه المرجان. رقم تسعة لمنطقة في المحيط تطم رعاية الاجزاء الصغيرة من المرجان فيها حتى نتمكن من اعادتها الى اماكن الشعاب المتضرررة دي طبعا ايه المشتل. رقم عشرة لنسخة مشابهة للشيء الحقيقي الذي تمثله دي النموذج. حداشر كينات منتجة بالشبكة البحرية تتغذى عليها الاسمك الصغيرة لتعريف الكينات الدقيقة. اتناشر خاصية يمكن من خلالها التمييز بين الجسم الساخن والبارد درجة الحرارة. تلاتاشر اسلوب يستخدمه البشر في المجتمعات الساحلية لتقليل استخدام المنتجات البلاستيكية. ده اسلوب حياة خالي من ايه? خال من البلاستيك. رقم اربعتاشر لأفراد من الكينات الحية من نفس النوع تعيش معا في منطقة ما دي مجموعات الكائنات ايه? الحية. اه ده بت تستخدم في قياس درجة الحرارة ده ما كياس الحرارة. قال لماذا ده لها شكل محدد وحجم محدد دي المادة الصلبة. اداة قياس تستخدم لقياس حجم السوائل ده ووعاء القياس. الحيزة الذي تشغله المادة من الفراغ ده ايه? ده الحجم. عندنا السؤال اللي بعده بيقول اجب عن الاسئلة الاتية. قال اذكر السبب. تؤثر المنتجات البلاستيكية في الحياة البحرية ليه? طبعا ان البلاستيكية ليس لها اي قيمة غذائية. ويمكن ان تكون حادة وسامة. وبعض الكائنات البحرية كالسلاحف لا تستطيع التفرق بين غذائها الحقيقي والمنتجات البلاستيكي. قالك ماذا يحدث اذا زادت نسبة التلوث البلاستيك في المياه? طبعا تقيل الشعب المرجانية وتموت. وكذلك الكائنات الحية التي لا تستطيع التفرق بين المواد البلاستيكية وغذائها. تلاتة. قال لي اسكر السبب حدود ظاهرة ابيضاد الشعاب المرجانية. طبعا بسبب ارتفاع درجة حرارة الماء. فتقوم الشعاب المرجانية بطرد الطحالب التي تعيش في انسجادتها. فيتسبب الارتفاع الملحوظ في الحرارة الى تحول الشعاب المرجانية لللون ايه? الابيض. اربعة. قال لماذا يحدث اذا? ارتفع درجة حرارة المياه بالنسبة للكائنات الدقيقة. ايه لا يحصل? طبعا هتهاجر وتموت مما يؤثر على الاسماك التي تتغذى عليها. فتهاجر ايضا وكذلك الطيور البحرية. خمسة. قال لي اسكر السبب. موت العجب يؤثر على النظام البيباك ملو. طبعا ان العجب ده من الكائنات المنتجة. وهي الكائنات التي تحتمد عليها الكائنات المستهلكة. في الحصول على الطاقة بطريقة مباشرة او غير ايه? مباشرة. رقم ستة جاء لماذا يحدث اذا? طرقت قطعة ثلج في حرارة الشمس. طبعا تنسير وتتحول من الحالة الصلبة للحالة ايه? السائلة. اسكر السبب يؤثر ارتفاع درجة حرارة الماء على الكائنات البحرية. طبعا لان ارتفاع حرارة الماء بيجعل الكائنات الدقيقة بتنتقل الى بياه اخرى ذات ماء بارد وبالتالي تنتقل الاسماك والطيور البحرية الى الوطن الجديد. رقم تمانية بيجل ماذا يحدث اذا وضعت بعض المياه في مجمد السلاجة والفريزر? طبعا هتتتجمد وتحول من الحالة السائلة الحلائية الصلبة. رقم تسعة جاء لاذكر السبب للمادة الصلبة شكل ثابت وحجم ثابت وحجم محدد. طبعا لان جزئ متها متقربة جدا مع بعضها وتأتي بنمط مرتب ومتقن متقن وتتحرك ببطء شديد ولا تنتشر في الفراغ لذلك تحتفظ بشكل ثابت محدد. قال لي اذكر السبب تعتبر المواطن الصحية مهمة لجميع الكائنات الحية طبعا انها تساعد على التقاصل والبقاء حيث توفر للكاهن الحي والمأوى والغذاء. رقم حداشر قال لي اذكر السبب تأكل السلاحف تأكل السلاحف كمية كبيرة من المواد البلاستيكية طبعا يرجع ذلك لعدم قدرة السلاحف للتفرق بين قنديل البح لغذاءها الحقيقي يعني وبين البلاستيك في البلاستيك في الماء. اذكر السبب تأخذ المادة السيلة شكل الاناء الذي توضع فيه. طبعا لان جسيمات المادة السيلة بترتبط بروابط اقالي من جسيمات المواد الصلبة وتتحرك بحرية اكثر لذلك تنتشر لتأكل شكل الاناء الذي توضع فيه. اذكر السبب تنتشر الغازات بسهولة وتمنى الاناء المغلق الذي توضع فيه. طبعا لان جسيمات المادة الغازية غير متمسكة والمسافة بين جسيمات المادة كبيرة جدا وتتحرك بحرية تامة. رقم اربعتاشر جلي اذكر السبب تحتفظ المادة الصلبة بشكل ثابت محدد طبعا هنقول لان جسيماتها متربطة ولا تنتشر وتأتي بنمط المترتب متقن فتحافظ على شكلها ايه ثابت ومحدد خمستاشر جلي اذكر الثبب اذكر السبب نشم رائحة الطعام اثناء اثناء الطهي طبعا ان الحرارة بتحول الطعام من الحالة السائلة الغازية فتنتشر جسيمات الغاز في كل انحاء المكان فنستطيع شمه ماذا يحدث جسيمات العصير عند وضعها في المجمت في المجمت طبعا ايه تقترب من بعضها وتتحرك بسرعة اقل ايه ابطأ طبعا وبكده سنة خمسة وصلتي معاكم لنهاية المراجعة لتمنى تكونوا استفدتوا يريد ما تنسلاش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجراس عشان يوصل لكم كل جديد وان شاء الله سبق ربط المذاكرة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو حملها وذكر منها وان شاء الله يخرج عن الامتحان مع تمنيات لكم بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته